اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إما برونكو ديلاتاتور لذي وسعوا القصبات الهوائية أو دي كورتيكويد أو مام كاين في بعض الحالات نستعملوا ديز انتيبيوتيك باش يلحقوا حتى القصبات الهوائية داكو تقدر تقول لي لزانديكاس ومعنتها وشوما الأمراض الشائعة اللي نستعملوا فيها هادل أباري هادل أباري نقدر نستعملها في الزيرجانس في الاستعجالات نقدر نستعملها تاني في الدار بلان تريتمون دفن لنعطوهم ولنستعملها في الكرية دازم كي تأتي إلى طفل أو لإنسان كبير أزماتي يأتي إلى فتركة في الزيرجانس داك هادل أباري ولا يستعملوا لأخرو جانر ميرال كأين حالات أخرى نستعملهم في الدار كنتمي كنتم دفن كأين لإنسان ميكوبيسيدوز كأين لابر لأباري كأين لأباري هادل أباري نستعملها بصفى دائما تقدر تورينا كيف نستعملها تطبيقيا؟ نعم هذا الابارة ينطلها المكونات لدينا البوشان لدينا تويو ويجي من البوشان لدينا هذا البوشان لدينا هذا الامبو كاين بوكال يدخل في الفم وكاين هذا ماسك لدينا استعمال لدينا تويو من جهة الابارة ومن جهة الابارة ومن جهة الابارة نستعملها في البوشان لدينا تويوه هنا ونضع المحلول والدواء لدينا الدواء لدينا نصب الموضوع لدينا الكاميرا لدينا الدواء لكي يدخل فعال ويدخل الريئتين ديما نحللوه في جو سيروم سالي هي الكمية التي نستعملها لا يجب أن تفوت 5 ميلي لتر ونستعمل ثلاثة ميلي لتر نروح من الزاكريا نضعها هنا ثلاثة ميلي لتر سيروم سالي ونحكم الآخر الدواء ونزيدها هنا حسب الكمية التي يحددها لنا الطبيب سيكون لدينا الدواء أو لدينا الدواء هم سيكون الآخرين هؤلاء الكمية نحكم الآخرين ونحكم الآخرين لدينا الدواء هذا المسك هذا المسك بأحجان حسب الله تعالى لخلق الفو الإسسانسيال هذا الماسك يجب أن يحكم الأنف والفم يكون بيان لسق باش ميكونوش دي بارت دي فويت هذا الماسك باركزم لعين الأطفال هو أبليكاتوار من النسان حتى الثلاث سنين حتى الثلاث سنين حتى الثلاث سنين حتى الثلاث سنين ويستعملوا غير هذا الماسك وبعد أبارتين من خمس سنين كان يستعملوا أم بو برك شغول انتويو هكا يقدر يديرو الطفل في فمو ويجبد من فمو ويجب أن يكون صغير ما يعرفش لذلك يجب أن نحطلو هذا الماسك هذا دكتور ويجب أن تسمح لي في فبرك غير هذه يديرو هذا الماسك عن الطفل إذا كان الطفل يبكي كان أطفال اللي يقلبها يحملش معلش هذا هو الأفانتاج للأطفال مام إذا كان طفل هذا يبكي ولا يكون راقد المهم مام كي يبكي يدير عمليات شهيق وزافير ذلك هي صح إذا كان طفل يتنفس بصفة طبيعية نقدر أن نحسب عدد المرات اللي يتنفس فيهم إذا كان طفل يبكي نحسبه بالوقت نديرو حتى العشرة دقائق نديرو حتى العشرة دقائق لك فنجد المحلول ونجد الماسك كيف يؤدي أن يكون مريحة نديرو total ونحكمها مع الرسول ونجدوها في الفم ونفتاع ونشعلها هنا هي أسهلة كما تشاهدون كائن بخار الذي يخرج هذا البخار هو المحلول الذي يتحول إلى البخار مع الدواء الكائن الداخل طفل يتنفس هذا البخار كيف حال الوقت؟ الوقت هو 10 دقائق نعم من 5 إلى 10 دقائق نحن نقوم بـ 10 دقائق كيف حال مختلف أن نعود هذا؟ هذا حسب لك أحد من الاجرات هنا أفضلًا أحد مؤكد حسب الحالة حسب الحالة يجبها خطرة في اليوم هل حساب نوع دواء الثاني لنضعه؟ نعم، كان لديهم كما هذا اللقصب الهوائي يديرون مدة سبع أيام كل أربعة سوائعة كل ست سوائعة يتمجي حتى الكاتفوه حتى تلسي فوه في النهار صح هذا الاباري مليحة ونقدر استعملها في الدار نفترض أنه لديها للميت عندها للميت تحاوين لازم هنا يدخل طبيب يدخل ويدير علاج آخر للميت تحا سيكو ماشي كامل الناس اللي يقدروا يجيبوه هذا الاباري لذلك عندها نتجربه وضعه طيب التحاوين الأن الثاني للميت تحاوين لتحاوين هذه الاباري مما يجبوه أن thereofs يجب وضعه أكثر مباشرة بسيح يدخل حاوين تحاوين الاباري لإنخاط مستعمل هناك تموحوين منتح البرجاجات فم يمكنه التحكمة بأخبطة الشغر في الموضوع لا ليستحكم هم تحاوين الناس اللي يستخدم بأخبط وإنالات هذه هي الميت تحاوين يعطيك صحة دكتور أوجيت دكتور أمال كان عندها سؤال قبيل تفضلي دكتور أمال دكتور أوجيت بخصوص هذه الآلة ربما الناس دوكاء الأولياء خاصة عندهم هذه الآلة في البيت يقدروا يستعملوها نحن نوصه كذلك أنها تستعمل تحت توصيات الطبيب وقداش تقدر تضر المريض يعني كتر ما تفيدوا يعني وشنهما الأمور اللي يخليوا أنه المريض مثلا تقدر تضروا هذه الآلة يعني باش الإنساء كما قولوا حتى إذا استعملها في البيت تعرف بلليك تقدر هاد الآلة أسكت ضر ولا لا لا هاد الآلة هي الانكونونيون تحاول الضرر تحاول عندها انكوانسومابل هي المشكل كاين المرضى اللي عندهم هاد الاباراي يبدأوا يسلفوها لمرضى واحد أخرين هكا ولا يديروا عدة استعمالات لناس عدة أناس أو لأدى بلجر ممبر د الفاميه في الدار دونك لازم نعرفوا بلي هاد الاباراي نورمال من الانديفيدوال هكا هاد الواسك وهاد الواسك يجب ان يستعملهم شخص واحد ومام كي يستعملهم شخص واحد يجب ان يبدلهم بصفة دورية برسك سينو سايز شوال هاد الاخر لها تروح مام هاد الاباراي فيها انفلتر الداخل مام الاخر لك عندها النطوياج وعندها هاد الافلتر وقتاش يتبدل لذلك يجب ان يدخلها عامين تلت سنين وما يبدل فيها لا يجب ان يدخلوا تريتمنتهم وعلى شخص واحد يجب ان يدخلوا ويجب ان يدخلوا ويجب ان يدخلوا ومع البال وشو على شخص وبالنسبة المريض اللي ربما يستعملها بزاف يقول لك يتكل مادام انو عندو لاباراي في الدار اشتركوا مثلا تكون عندو في الكريس دازم يستعملها يعني ربما ما تكون اصلا لانديكاسون يعني ما تكون اداعي الاستعمال بالنسبة لها توليف لوتو ميديكاسون في التداويذاتي وكيفش يعني وشنوما الاضرار اللي يقدروا يلحقوا لها هي يولي يستعملها بصفة خاطئة وما يكون شهر جولتهم بعد الكريس دازم دوعو والمالدي تعود تكون هنا اغرافاسيون بالمختصر 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 الى كان ما يستعملها كما لازم بالفريقونس اللي لازم ما يكون شهر جولتهم في الاخر في المالدي تعود ومبعد يدير دير وشوت حتى خلاص يولي يروح الطبيب تعود ويلقاب لي الميطود اللي يستعملها مش يكملها شكرا دكتور منصف شكرا دكتور اوجيت على هذه المعلومات الان مع اخر فقرة وهي سؤال دكتور